أماماً أنا قبل ما خرجت من دير الزور دفنت أعمالي بأرض مرسمي وحملت كيس تراب أحاول أني أشم رائحة بلدي من خلال منذ الطفولة وأنا أتعامل بمسألة الفن أمامي وشاهد دائماً الفن مشاريعي بكاملة هي حالة إنسانية قبل الحرب وبعد الحرب لكن ما يجري في سوريا أنا لا أستطيع أن أرجع إلى سوريا في هذا الوضع في سوريا في تركيا في مساحة كبيرة للي صارت النحة أنا عندي هي النحة ما هو تجارة مالية عندي هي أنا النحة هو رسالة من روحي أنا يمكن أن أشاع القدر أني أكون نحات أنا قام أدرس عمق الحزن الحزن هو حزن العالم من خلال الحروب ليس بسوريا أتكلم أتأمل أن يحل السلام في وطني وفي جميع العالم